اول كف ايجاك يا برج الميزان بيقولك عيش اللحظة اللي انت فيها وبلاش تضلك زعلان على شغلات سارت فيه صراعات جوات عقلك وفيه غضب كبير فالورقة بتقولك عيش حياتك الحين عيش اللحظة بلحظتها عيش وينبسط لان الهدوء مقرب منك الهدوء عم بيقرب منك فانت لازم تشوفه وتعيشه كذلك بشوف يا برج الميزان انه فيه طاقة كبيرة عندك فيه طاقة غضب وزعل يعني كيف راح الشرح لك هني كأنه انت منزعج فاير من هالطاقة هي مومنيحة من الاصل اما الحبيب فاجاته كف انه راح يعيش حياة جميلة ورح تكون عنده اسرة جميلة وفيه سعادة كبيرة من تزرته وحاجات حلوة في الطريق وحيكون فيه توازن بينك وبينه ولكن لازم على الحبيب يعمل تسامح وتفاهم معك لانه اذا فعل هذا يعني لو عمل كده فربنا حيديه الحب الحقيقي الغير المشروط لانه انت بالنسبة له يا برج الميزان الحب الحقيقي فمبين عندي يا برج الميزان انك قلت له كلام جامد يعني كلام قاسح يعني كلام هزو خلاه في حاله لاني عم شوف وحاسس انه مجروح جدا وتعبان وبفكر الكلام اللي قلت له في الشغلة اللي صارت بيناتكم رح نشوف رح اسحب لك كارت ثانية برج الميزان نشوف شو رح يطلع لك خلينا نشوف يا برج الميزان الكارت هي كارت دعوة كأنه في عندك دعوة انك تهدي حالك وتلتجئ للدعاء والصلاة كأنه في عندك امية في عندك دعوة الحقيقة الكارت هادا دعوة هي كارت استجاب الدعوة بس في حالتك و حسّة بالحالة اللي طلعناها أنت لازم تدعي وتصلي وتطلع من الطاقة السلبية التي انت فيها يعني أنت لازم تخرج تتفسح لانه مبين يا برج الميزان انه انت زعلان ومتعكن قوي ومش عارف تفكر ومتغاض من الحبيب انت بنظرتك كأنك شايف انه الحبيب مفيفكرش مزبوط مفيفكرش منيح انه مش متوازن انه انسان متلخبط انه انسان يعني مش متوازن وكذلك يا برج الميزان ممكن يكون هالشي هو حب جديد وشخص جديد دخل حياتك وداك حب جميل اوي فواضح ان العلاقة دي علاقة جديدة يعني ممكن تكون كذلك عندي في اشارات يعني ممكن تكون علاقة جديدة فانبين عندي انكم في علاقة صل مايت او توينفلين وانتو شكلكم مش متقبلين من زمان من زمان اوي او انكم اتقبلتو واتخاصمتو لاني بشوف في غضب بيناتكم يعني في زحل كذلك عندي هون في ورقة طالة للحبيب بتقول له انتظر انتظر ويت مهم وانت جيدة لك ورقة بتقول لك مهم تعامل بطريقة مختلفة واسلوب اخر مهم يا برج الميزان خليني اتأكد في عندي طاقتك طال عالي طاقة الشيطان مش الشيطان يعني القصد بس طاقة الغضب يعني انسان غضبان متغاز كتير يعني كأنه الدخان عم يطلع من انفه من الغضب بدي اتأكد اشوف طاقتك بس طاقتك بس اني اشوف طاقتك تطلع نشوف طاقتك صح طالها عندي طاقتك طاقة غضب وزعل يعني انت دمك فاير من الشي اللي صار والله مافي بيس سهل يعني لاني تكون طاقتك بهذا الشكل يعني عندي طاقتك هون بس انا قلت خليني اتأكد واضح عندي يا برج الميزان انك زعلان ومتغاز ومتعسب ومتدايق يعني ممكن يعني تكون حاليا في طاقة جسدية بس واضح عندي انه في طاقة غضب يمكن لانه انت شايف انه الشخص ده بيلعب وخلينا نشوف راح نشوف الشخص ده شو اذا بيلعب اذا ظنك في محله راح نشوف بسراحة يا برج الميزان طالع عندي انك انت زعلان كثير وكأنك عم طالب بالعدالة بس طالع عندي الشخص ده لا بيلعب متى حاجة يعني لا بيلعب ولا شي ولا حاجة الشخص ده بمر بظروف صعبة في حياته وفي حاجات كثير يعني في حياته مثل اخبطة وهو حاليا بيحاول يوازن حياته هو مجروح طالع عندي انه مجروح كثير بيحاول يوازن حياته مهم الشخص ده مر بشغلات يعني خليته يخاف من الحب بشكل فهو بيحاول يوازن نفسه بشكل كلي احب اقولك ان الشخص ده اتأكد لك انا عم بتأكد نشوف الشخص ده صح مثل ما ادت الشخص ده عاوز يعطي فرصة للعلاقة ده وهو بيحبك بيحبك كثير 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 وشعر معك بيحبك كثير وشعر معك بالسعادة كبيرة لانه شايف انك انت السلميت تبعه هو مجروح اوي وحاسس بجرح بجرح كبير هو شايف انك غامض اوي فاحتمال تكونوا من بلاد مختلفة او في شيء يعني في شيء بينكم مختلف لانه هو بيشوف انك شخص مختلف عنه وعندك حاجات يعني بتخبيها عنه هو مش عارفها ومش عارف يفهمك يعني بشكل مصبوط وشايفك من النوع القلوق يعني شايفك بتصير قلق بسرعة وما بتتكلمش يعني في شغلات كثيرة هو عاوز يعرفها ومبتبينش انك مددايا كمان هو شايفك انك اختفيت وسبعت عنه ومش عاويز تكلمه ومبين عندي انه انت قلت له كلام آآ جارح كلام يعني جارحة يعني شيء كلام في السميم ومدتوش فرصة عشان يدافع على نفسه فهو عايز فرصة عشان يدافع عن نفسه يا برج الميزان كمان هو شايفك انك تسرعت من اتخاذ القرار ناحيته وتسرعت في الحكم عليه وكذلك في الحكم عن الموقف اللي صار او اللي صار بناتكم او الموقف اللي كان فيه هو على حسب الوضع فانت اضرع فانا يا برج الميزان يعني شايفك انك خايف من السعادة من الارتباط وشايفة يا برج الميزان انه الفترة الجاية رح يكون دماغك متلخبط وحاسس انك مش عاوز ترتبط تاني يعني لحد ما تزبط حالك ومش عاوز حلاقة مع حد دلوقتي وعاوز تكون لوحدك حابب انك تضل مع حالك عشان تدرس الوضع منيح صراحة يا برج الميزان الشخص دا عنده حماس للعلاقة دي وعايز يدي فرصة للعلاقة مرة تانية خليني شوف الورقة اللي عندك مقلوبة يا برج الميزان الورقة دي بتعني ان الشهر دا مش هيكون بناتكم توافق او مش هتعرفوا توافقوا او تتوافقوا صح مع بعض ويدي بسببك يا برج الميزان ضالع لي بسببك لانه دا اللي بينكم لانه دا اللي يبين عندي يعني يبين انه انت متعصب حتى اني قلت خليني اتأكد مرة تانية لاني يطلع عندي انه انت متعصب وفي طاقة عصبية يعني كأنه في طاقة ممنيحة فانت متعصب يا برج الميزان اهه وعم بشوف انك حاسس ان الشخص دا هو السلميت ولكن انت بتقول انه انا بس تاهل الاحسان وده انسان مثل اخبر ومش عارف هو عايز اين وبيلعب بضيع وقت يعني ممكن يكون بضيع وقت هون وهون لهذا يا برج الميزان طلع لك ورقة بتقول لك انت محتاج تطلع من الطاقة دي وتقدي وقت وما تفكرش في الماضي او احداث صارت مع هذا الشخص كمان في شغلات قلقاك اوي وانت شاكيك انه الانسان دا بيلعب عليك بس يا برج الميزان طلع لك طالع لك انه شخص دا بيحبك ورح نشوف ورح حاول اتأكد شوف شخص دا بيحبك ورح شوف شو رح يطلع ماء رح نعيد خليني شوف 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 بس حب تشارك انه الانسان ده هيستنك لانه يحبك وهو متسامح خليني شوف شغلة يا برج مبين عندي انك قلت له خليني شوف مبين عندي انك قلت له كلام قاسي جدا فهو حاسس انه مجروح ولازم يدافع على نفسه في هالموقف اللي صار كمان لازم اشوف لك هاد النقطة هادي طالع لك ورقة يا برج الميزان امسك نفسك واصبر شوية امسك اعصابك فالشخص ده هو السلمي يتبعك او تويبلين وهو بيحبك وبيستنك ورح ينتدرك بس انت الفترة دي عايز تضل حالك وعاوز تنعزل مش عاوز تخرج ولا عايز تتفق معه فبشوف يا برج الميزان انك لازم تمسك نفسك شوية وتخفف من طاقة الغضب اللي عندك طاقة الزعل طاقة الضجر لانه انت بتفكر كتير فانت محتاج انت مش شايف ان الشغلة دي مهمة بس انت محتاج تتفاهم مع الشخص هذا عشان ترتاح انت لازم ترتاح داخليا عشان تشوف الامور بشكل صحيح فانت يا برج الميزان محتاج شوية هدوء طب خلينا دلوقت نشوف ايه اللي حيحصله خصوصا انه عندك الطاقة دي خلينا نشوف ايه اللي حيحصل مع هذه الطاقة هادي خفف الطاقة والله ماشي بيسهل الزعل شوفوا حتى الطاقة طالع عندي مش يعني نفس الشي انا عايز اعرف ايه ايه حكاية الكاكل اللي بيطلع لك ده كل ما فك انا نقل كروت دي والله انا مستغربة مبين عندي يا برج الميزان انك متعصب اوي فانت هتفضل في الطاقة في الطاقة دي زعلان يعني زعلان شوية والشخص ده طالع عندي كمان زعلان ولكن هو بيحبك وعاوز يعطي فرصة تانية للعلاقة العلاقة دي بس انت عندك احساس انه في شي احسن مستنيك وانت بتستاهل افضل من كده فالورق بيقول لك خد وقتك خد وقتك واطلع وتفستح وفرح عشان تطلع من الطاقة السلبية دي عشان تعرف تفكر مزبوط نشوف لك شو رح يقول لك الورقة كمان الورقة بيقول لك يا برج الميزان انت محتاج الشفاء خصوصا للشغلات اللي صارت معك والشغلات اللي جواتك فانت محتاج تجلس لوحدك مع حالك وتستشفي روحك وتستعمل الوقت ده بانك تفكر في الحب والطرق اللي ممكن انك تعطي فيها الحب عشان انت كذلك تحصل على الحب قوي برج الميزان انا شايفك انك متلخبط قوي وانت لازم تدور على مدرس روحي عشان يساعدك من التخلص من الغضب او الزعل او حتى ممكن تكون دي طاقة جسدية فارح للكم الابراج اللي ظهر عندي عندي برج السرطان برج الجري والاسد او القوس في عندي طاقة نارية هوائية ومائية بس يعني بشوف في طاقات بس قليلة بس دي الابراج اللي تعغي على القراءة اللي واضحة فربنا معاكم يا برج الميزان ويا رب تطلعوا من الطاقة الجمدة الطاقة الغضب دي ويعني انت يازم تروح عن مدرب روحي او سيكولوجي كيف ما بيقول لك الورق فكر في اللحظة ومش في الماضي عيش اللحظة بلحظته ولا تخلي الزعل يسرق منك الوقت يسرق يومك يسرق ساعتك لو شو ما ساع لانه بيقول لك السلام بيقرب منك خطوة بخطوة وانت هتفهم فانا بشوف يا برج الميزان انك تدي شخص ده فرصة عشان يشرح لك ايه اللي حصل وتفهم الموضوع صح وتتخلص من الطاقة السلبية من طاقة الغضب طاقة الزعل طاقة الدجر او طاقة العزال وتفهم الموضوع مزبوط فالورق بيقول لك انه طاقة السلام بعيدة عنك خطوة فتحرك مزبوط عشان توصل للسلام ربنا معاكم يا برج الميزان وقولوا لي رأيكم في القراءة ايه من خلال التعليقات اشوفكم على خير وما تنسوش تشتك بالقناة اشتركوا في القناة